وكل أديان الأنبياء هي دين الأنبياء الإسلام وكل نبي جاء بدين الإسلام اليهودية دين وشريعة ولكن دينها دين الإسلام وشريعتها شريعة موسى عليه السلام النصرانية يعني في أصلها دينها دين الإسلام وشريعتها شريعة عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بهاية من ربكم فاتقوا الله وعطيعون إذن هذه الأديان لا يصح أن تنسب إلى السماء وهذا من القضايا المهمة التي يقع فيها الالتباس اليوم يقول بعضهم الأديان السماوية أو الأديان الإبراهيمية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلمة هذه الأديان ليست سماوية أديان نعم تنسب إلى أهلها أو إلى نبيهم لكن ليست سماوية الدين السماوي هم يجتمعون كلهم عليه وهو دين الإسلام لذلك لا تقل الأديان السماوية ولا يدخل في بالك أحد أن هناك دين حق غير دين الإسلام قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لذلك يشيع عدم فهم الإسلام عند البعض ويقولون أديان سماوية لا الإسلام واحد كل الأنبياء على دين واحد ما هو هذا الدين؟ هو الاستسلام الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد الانقياد له بالطاعة طاعة الرسول الذي بعث إليه والبراءة من الشرك وأهله ترجمة نانسي قنقر